كل يوم في أحداث جديدة في كرة القدم في انتظار طبعا نهاية أفريقيا لكن عندنا شيء مهم جدا وهو منتخبنا الوطني ومباراته أمام توجو أو مباراتين أمام توجو 14 و 17 واستعدادات خاصة لمنتخبنا الوطني بقيادة كابتن حسام البدري المدير الفني للمتخب الوطني وفي نفس الوقت أيضا منتخبنا الأولمبي عنده برضو استعدادات خاصة بالأولمبيات وبالتالي عنده مطشين مهمين من خلال مباراتين كوريا الجنوبية وأيضا البرازيل لكن مبارح كان فيه تأجيل للقيمة النهائية للمنتخب الوطني الأول والنهاردة كابتن حسام أعلن القيمة النهائية الخاصة به المباراتين الخاصة به مبارات توجو 14 و 17 هذا الشهر هنأقول لكم القيمة النهائية الخاصة به المنتخب محمد الشناوي و محمد أبو جبل و محمد بسام في حراسة المرمى خط الدفاع أحمد حجازي و علي جبر و محمود علاء و محمود الوينش و محمد هاني و أحمد توفي و أيمن أشرف و أحمد فتوح و محمد حمدي خط الوسط محمد أنني و طارق حامد و عمرو السلية و حمدي فتحي و محمد صلاح و حمود تريزيجي و رمضان صبحي و عبدالله السعيد محمد مجدي أفشا و أحمد السيد زيزو و محمد شريف خط الهجوم مصطفى محمد أحمد حسن كوكا و حسام حسن ده القيمة النهائية لمباراتي توجو 14 و 17 هذا الشهر طبعا إحنا موقفنا عندنا نقطتين في المركز الثالث في هذه المجموعة وبالتالي المباراة الأولى هنا في مصر محتاجين طبعا مكسب إن شاء الله ثم طبعا مباراة تانية عشان الأمور بالنسبة لنا في هذه التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرو إن شاء الله عشرين و عشرين و اتنين و عشرين نبقى متواجدين و نبقى الأمور بمستريحة وبالتالي مباراتين مهمين و صعبين جدا على منتخبنا الوطني بالتوفيق لهم إن شاء الله ده بالنسبة لبدايتنا الخاصة بمنتخبنا و نحن دايما ندعمين كنا بنقول نهاية أفريقيا احنا عايزين الأمور تهدى ما بين الجمهورين احنا بنتكلم بقى الجمهورين لازم يلتفوا و جماهير مصر كلها تلتف حوالين منتخبنا الوطني في المباراتين القادمين بالنسبة لمبارات توجو الأولى والتاني